وعليكم السلام عليكم حياتي الله نتحدث اليوم عن ملف الاتزاز الالكتروني يعني الماس تفقد على أن النساء أكثر المتضررات من الاتزاز الالكتروني أي طبعا شلو نوع الضرر أن يقع على المرأة يكون أكبر مبتزة في عامل معها طبعا حالة طلاق الصير يعني مثلا يعني أكبر عوائل ما تتفاعل بهاي الأمور مثلا أخ أو الزوج أو أب يصدقون أنه مثلا مرات يصير بالغلطة يعني غلط هذا الابتزاز يصير أو سوء فهم أو سوء راح يصير قتل راح يصير يعني هواي حالات يعني أبقت البنتي أخ قتل أخته من ورا هذا الابتزاز أو الزوج طلق زوجته شو تصفين المبتز وصفتش للمبتز إنسان جاهل ما عنده ثقافة يعني ما عنده غيرة ما عنده عرض يعني غير يعني مثل ما هو يعني مثل ما عنده عرض يعني ما يخاف على عرض يبتز العالم زيك رأي لي أنه يصير يعني هو يصير عاقب المبتزين طبعا أكيد يكون هناك مادة قانونية قوية طبعا أكيد يعني احنا يحنا يمكننا الدولة الوحيدة ما بيها يعني يكون دول بيها قانون يوجدني عبر الإبتزاز يعني رأسني يحاسب العقوبة المناسبة للمبتز الذي ينشر صور النساء ويطالب الفلوس من الرجال ما هي العقوبة المناسبة؟ حتى لو يستجنوهم صارت عندهم فش عادي استجن يعني عندهم راحة نفسية استجن لكن مثلاً إذا يعاقلون فد عقاب أنه مثلاً يعني شون يكون لهم عبرة على المدل ليس صار عندهم بعد ابتزاز لغير ناس احا اي يعني مثلاً فد لهم يعني يتخذون فد قرار العقاب هم هم زين نصيحتش للنساء في قضية أنه كيفية التعامل مع ابتزاز والمتز يعني أنه تسلم أمرها وإله وخلاص لا طبعاً أكيد لو تلجأ للقانون لو تخذ الأور على أهلها لو تقولهم ما رأينا لا لا أكيد طبعاً إذا هي ما عند هالشي تكون واضحة وإي أهلها وتثالف أحسن يعني ما يعرفون بطريقة غير مباشرة ويجون يحاسبوها هم يعني هم صارت بنا هاي الحالات مم صارت يعني قبل كشكم سنة صار إن شخص دخل على الفيسمالتنا ومعرف يعني حالة ما عرف شوان يعني أفضل ثغرة معينة اي ما عرف شوان يعني دخل للفيس واخد صور من الفيس وهاك وظل يبتز بينا شوان تعاملتوها اهني تعاملت بلت الأخوتي اي وردنا نقابلة يعني نواعدة بمكان شوان ما عرف مراقبة يعني مراقبنا من جميع الجهات اهه اي والله بس بذاكل وقت يعني قلت لي شنو يعني أريد عرف شن نهاية عشر ما يعني فد ما عرفني طلبة طلبة أول شي يعني مثل حشاك أني أشوفت واع علاقة اي فرفضت ودخل يعني من أكثر من حساب مرت اللاغ عظارته هذه ما فكنا إلا بعشر كارتات أبو العشرة يعني غير نفس دنيا عشر كارتات أبو اي 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 شو السؤولة يعني مجبورة يعني أخوتي تفهموا الموضوع بس عندي زوجي تون لا ميتفهموا الموضوع يعني اي ما حبيت أقول له وتم حلها؟ اي اي طبعا لأخوتي تشونا وواقفين يعني يصير بحدي ينفسهم يعني أنه يعاقبوه اي بس يعني القضاء اليوم شنو رسالت تشألة؟ شنو اللي المفروض يعني شوفو نحلل هذا الموضوع اي يعني هم يعني مسؤولين نزيد من أمكانياتنا التقنية نزيد من تطورنا التقنية المفروض اي طبعا أكيد يعني بالأخص احنا بالعراق يعني ما شاء الله علينا احنا يحتاج لنا تطور يعني مواقع التواصل فضاء مفتوح موعدنا بالعراق ماكو رقابة ني اكيد نو ثقافة يعني تابعة للثقافة اي ثقافة مجتمعية محقوب شكرا جزيين سيد حياتي الله شكرا جلني اشتركوا في القناة